مرحباً مرحباً بطريقة جيمس غن وطردو والكاست مالجاريس ودهجالكسي رجعو كس برات وديف باتيستا باتيستا هم رجعو لهم باتيستا أخذو ديسي قالوا يلو وادم جيبو يمن احنا بحسوي فيلم فقالوا فسوي يهم فيلم سوسايد سكوات فمن ذول سمعو ديسني ان ديسي دي تاخذت قال اه لا تعال تخوش ولد وسوي ذاك المشكلة المهم يعني كان زيان انه قدر يكمل الفيجن ماتلمة ثلاثية فيلم زيان خفيف مليان بهواية لأنه كان هو دي يريد ينهي قصته كل كاركتر من القارديز او غيرهم كان لازم عنده فالشي مهم يحققه خلال القصة واكثر من ستوريار واكثر من ميسج رادي يوصل على 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 وعلى العبودية من الأطفال وغيرها الانامل كرولتي كانت هي اكثر شي يعني ركز هو عليه واني شبت ها ميسج حلوة يعني انحطت الطريقة حلوة انه خصوصا وين كله شاسبه هذا راكون سو اول الفيلم جيد حلو يسوى يشاف اللي شايف الأول الثاني اكيد عزي نشوف هذا بالتأكيد احلى جزء بالفيلم هي قصة راكون راكت سوري كان ممكن يختصر منه بس بشكل عام فيلم زيان يسوى نهاية جيدة الثلاثية مو سبيشل وما راح يمذكر غاية مثل الجزء الأول ختمية حلو للثلاثية مع جيمز جون وهي هاي طلعة جيمز جون من مارفل هو مسؤول عن عالم دي سي فالأغالي كانت كلش حلوة ولو شوية كل شوية عغنية بس هي هاي الفاك هو اللي جاب هاي الفاك للأفلام مع Guardians of the Galaxy شفت ويرد ويرد اليانكيفك هذا المغني المال المشهور الأمريكي سوى فيلم عن حياته يانكوفيك لا يانكوفيك ماركو سي اوكي وير اسم وير ذا ال يانكوفيك ستوري يعرف اليانكيفك هو يسوي بارادي للأغاني الأغاني مشهور يسوي لبارادي فهذا الفيلم همي لبارادي على أفلام السيرة الذاتية يعني مو أنت مشفته مو نو اي يعني يحشي هو على أفلام يقلد على أفلام السيرة الذاتية ويسوي نفسه يعني كلش هرافي يعني فهذا الشي كان يضحك بي ومن تمثيل داليل رادكول فهو هاري بوتر فهو نايس الفيلم أرشح للكل وشتهر هواية هو طلع أعتقد بداية السنة أو نهاية السنة الفاتحة الفيلم من إنتاج نيون نوعا ما مثل A24 أفلامهم مميزة طي به نيون بيه نيون ديمون من أفلامهم مشفور تحب أنت هذا الفيلم يه من أخراج المخرج السويدي اسمه روبين أوسلند الفيلم غريب القصة تقريبا تغير الشخصيات شوية من حياة المودلز إلى حياة الليجري على الليجري بوتس إلى مشردين على جزيرة يعني يتغير الفيلم كل شوية والديناميكية مع الشخصيات يعني قليل هسا أكو أفلام مميزة وقد تشوفها تقول يعني مش هاي في إيش فيلم قبل هذا الشي يسوى يعني بدأ كيد رشحها فيلم بي قصة شوية حزينة باتشت تعرف أنا البطلة مالته مودل اسمها شاربي دين طلعت ماتت هي قبل إصدار فيلم أو بعد إصدار فيلم بدك صيرة خطية مودل شاب هي مادر عدها مرطشان خطية الجميلة اللي هي تطلع على العساس هي انفلوانسر من الفيلم هو انفلوانسر موضل اي هو هما يمديل الفيلم وهم بينهم انفلوانسر موضل كبل ويحصلون بوترب وتمشي ويتعرفون بابا شلصي بي ودي هارلسون فيلم هو ترشح للأوسكار كأوضل فيلم أجنبي يعني هو هذا المخرج روبين أوستلوند أكيد هي شي اللفظ بالسويدي مثال فيلم اسم سكوير همين هذا بوكيتها ترشح بكان وهذا ترشح بكان وعند فيلم اسم فورس مجور فيلم عادو الأمريكان سووه وي ويل فارل تينافين كن لا مو تينافين هاي اللي تطلع بفيلم وي ساينفيلد شا سمه البنية فهم عادو طبعا النسخة الأمريكية كلش يعني كانت الناس ما حبوها آري يشارف النسخة الأمريكية وصراحة كلش كلش فيك القصة بدون ما أحرق لكم مياها موجودة بالترايلر هو فيلم من الفين وارباطعش آآ إنه عائلة من أم وأب وجهال اثنين يرحون الفد مكان بالهي شي هاي مثل جبال القلب وما أدري شنو هاي اللي عال ثلج ومال تزلج فيصير حادث مال يوقع ثلج كلش هواية ومواقفين ييش بالبالكون هي حتى البوستر نفس يعني أما دحرق شي فالأب يقوم ويركض يعوفهم يعوف الجهال يعوف مرته في وجه هذا يعني العاصفة هاي اللي رح تجي فالعاصفة ما تسوي شي بيهم يعني يطلعون كلهم ناجين للموضوع بس شنو اللي يصير وراها الأكورت بس إنه عاف جهال ومرته وركض بروحة العزيزة فهي كومنتر حلوة على العلاقات الاجتماعية ووقف واحد حتى لو ما مؤثر يبين طبيعة الأدمي وممكن يخرب علاقه حلو فيلم فورس مجهور هم من أحده وعم بالتأكيد اللي عجب فاتشي غريب شوية هم شوفه بسانية والنس ترينغل سادة سكة آلي شفت فيلم بالسينما بوقتها بمي Evil Dead Rise اللي هو جزء جديد من سلسلة Evil Dead مع أفلام الرعب إنه فيلم حلو كان لطيف كفاء أنا مكش أحب أفلام الرعب بس هذا الفيلم اللي حب أفلام الدموية ومن هاي الديمنز يعني اللي يعرف سلسلة Evil Dead رح يتونس على الفيلم ما يرجع أي من الطاقنو القديم لا لا بس سام ريلي المخرج وبروس كامبل البطل مع الفلام Evil Dead بروديوسرز بالفيلم أوكي وضاعر ديردون يبدو فرانشايز جديدة يعني حلو ما تشوفه ما أدري إذا هو طلع من السيلم بس يعني إذا عاجبك فاتف فيلم عاجبك الفيلم رعه بشي خفيف لطيف وبيه دم هواية شوفوا Evil Dead رايز شوفت بعد شهر خمسة worth mentioning إير للمخرج بنافلك من بطولة باد ديمون يزلت شكرا لحاجة آه إير من فيلم هوا ما شاء الله حتزوج نور أي زين أي عاليا شفت شفت بالسينة إير عن قصة القصة ماينر قصة حقيقية بس يمبو قصة كبيرة كلش تسوي إنه يصار عليها فيلم أنا متفاجئ إنه بيه جي اسماء كبيرة القصة عن شركة نايكي لما وقعوا اتفاقيتهم ويا مايكل جوردن عملي سوي الأحذية الإير جوردنس واللي غيرت وكانت نايكي بشكل عام ضمن المؤسسات الكبيرة بالعالم دوم الرياضة كان بكتا أديدس و بوما أفردت باللوخ أديدس و بوما هموا كانوا تحكين على كونفرس 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 صح نايكي بالتأكيد وبالتحديد بعالم السرلة كانوا امتيهين هو ما دائما البطل الفيلم إي سايز مايكل جوردن عدخذ أكر شي نوتبل بالفيلم إنه مايضل مايكل جوردن من سئلة وبنافل كلش قال ما قدرنا لقي أحد يجيب الكرس ما مالته و من ومر لن نجيب راح العالم يحجون عليه قلونا ماذا برو أوكي مايكل جوردن لا يظهر من الفيلم يظهر لقطات وقفة بين حتى وجه لا يظهر الممثل يجيبوه ستاندن يعني أكسترى باختصار مرات أوكوردن لقطة باين أو فورست ضام وجه على الكاميرا الفيلم لا طيف خفيف آآ ما فيلم الظهر بس الكل يقدر يشوفه صراحة هاي لأفلام الكل يقدر يتونس بها يعني شكرا من شان عمره الكل يقدر يشوفه مو أفنسيب ما يضوج مو سي مو فيلم ما تقدر اي مو فيلم مهم جدا بس إذا أبوك ضايج و تريد تتفرج وياه فيلم بدون ما تطلع أي سوال في مزعج شوفوا وياه فيلم هما أمازون نزلوا سينما بوكت أمازون إذا يسوون هالشي يعني أحب أكثر من نتفليكس الأوريجن أزمعاتهم يحطوها بالسينما واللي هو أنا أشوف أكو قسم من التايتل زمان نتفليكس كل اللي اجتسبة مثل اكستراكشن الجديد أو غريمان أو الفيلم مع الذراك حتى لو فيلم محلو بس هو أحلى من نصف أفلام ذراك يعني فيلم سينماي فيلم مع الشاشة كبيرة مع الأسف أفلام نتفليكس بس للنتفليكس تترو من الأفلام اللي قلت لك ركومنديشن عليها قلت لك على هذا الفيلم روح شوفه وأنت إذا شوف لطايته أربعة من خمسة مو خمسة من خمسة ما يخالف حمشي لك يا وهو يحجيت بي على الإستقرام اسمه كوم أن سي يدي اسمه طري الروسي هو أنا حجيت بي بس يمكن يحتاج ل فيديو واحد بس اللي يريد يشوف فيلم يحجي عن فاجعة صارت بالتاريخ العالم اللي هو من دخل والنازيين احتلنوا بيلاروسيا أو قرى البيلاروسيا اللي هم على حدود بولندا من فاته والنازيين وحرقوا مية لا مية ثلاثمية وستعاش قرية شالوا يجيبون أهل القرية يحطوهم بكوخ ويحرقوهم نسوان رياجين جهال كلهم يحرقوهم فهذا الفنان يحجي لك البرسبكتف من طفل أو عمره 14 سنة دي شوف هاي الفاجعة أنا كلش يعني مستهيد رحلس هذا الفيلم أنا طهيت 10 من 10 5 من 5 من طفل من طفل هالسحات حاليا بال بال top 10 أنت حتي لي بايكشن وبيك لأني كنت أثرت بي أكثر يعني من عندك أنا لو شايف الفيلم بدون ركم مستهد كان ما كملته لأن أول ساعة مالت كلش يعني out there أنت هو من الأفلام اللي أقول أذكر أنه من الترشيحات اللي دور دينها بزيلا طريقة حتى أشوف هذا الفيلم هو كان فيلم التلاطي يعني ما شايف بالتأكيد واحد منها بصول الفيلم طويل عند أول ساعة من الفيلم باردة بشكل أرتيستيك بس قوفي وظليت تاي بس آلي شفت رتفع لك القوي قلت خافني نصب علي نور دي ورطي شاف ربضاج منه شوت شامل مرة صدقاء مرة مسرحية بس النص الثالي بالفيلم مثل ما قلت ما ينسي ما ينسي واحد من أقوى أفلام الحروب أبرميت في التراجيدي يعني هائلة مرات علينا بين الحين والآخر شوفت في الإنتاج تقول الله ليش خلقنا ماريو يا تانية تيكو خايف جاء أنا دحشة على فيلم سرعة اسمه Bo is Afraid شفت بنائه الشهر الوابع فيلم مخرج أري أستر مخرج كلش أفلام أنا حبيتها اللي هي ميت سومر نسوي ونسوي هرادتاري هذني الفيلمين كلش حلوات أعود ركوم عندها فجيت متحمس لشوف هذا Bo is Afraid أنت شفت لا لا من وراك لا تشوف من أسوأ الأفلام اللي أنا شايفة ممكن بالسينما لا مول هالدرجة بس سيئ زي أقشي بعد شفت شهر خمسة نهاية سريعة نوعا ما مخيبة سلم ميغن ميثري قم فيلم رعب كوميدي من إنتاج جيمز وان اللي هو المخرج مع العالم والكونجورين ومخرج أكوة ما نحمينا هو هذا من إنتاجه ما أعرف إذا الفيلم همينا يقعد بالعالم والكونجورين لو لا ممكن السلم يحشي عن لعبة دمية روبوت ذكاء إصطناعي وتريد أخير شي يدافع عن نفسها وتريد تعيش يعني خلي نقول أكس ماكرة من باب الشرجي أي باللغة شاكي من باب الشرجي أي فيلم يعني هو إذا عاجبك فتشيف وطير ممكن قضي وكتزي عدى ذلك باس قالت ونست بي قالي شفته بالسينما شفته من نزل اللي هو يعني داشوف نزل بجانواري صراحة انت ونست بي يعني صح شانت فطير وأني منطي نيان ونوص وانتهم منطي ثنين ونوص داشوف من خمسة خمسين بالمية درهم وهو هذا ما تل بس قالت ونست بي يعني إذا حيسوان جزء ثاني حروح أشوفه صراحة إت وصفن إت وصفن بهاي نهاية البودكاست مالتنا خليكم ويانا سووا subscribe وكومنت كتبو لنا شنو الأفلام اللي انتو شفتوها شهر خمسة وشنو رايتنگ مالتها شكرا لكم دير باكم وحا نافسكم باي باي شكرا لكم